بسم الله الرحمن الرحيم راح نكمل إن شاء الله نحل المثال السابقة اللي ذكرنا أتمنى أنك حاولت تحل هذا شيء مهم جدا 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 خصوصا أن اللوبز من أهم المواضيع في البرمجة وفي الكمبيوتر ساينس ومن الأشياء الأساسية المهمة أنه أي مبرمج يعرفها فأرجو أنك تهتم كثيرا بهذا الموضوع وتحاول تحل إذا ما كنت حليت إلى الآن رح الآن وقف الفيديو وحاول تحل المثال هذا طيب خلو نشوف الآن كيف راح نحل المثال هذا أو نكتب البرنامج طبعا أول شيء رح نبدأ الكاونتر من واحد وننتهي الكاونتر بعشرة هذا واضح لأننا نحن ذكرنا رح نطبع الأرقام الأعداد من واحد إلى عشرة رح نطبع الأعداد من واحد إلى عشرة فإذا رح نستخدم الكاونتر مضبوط أعطينا قيمة ابتدائية للكاونتر هذه قيمة ابتدائية واحد بعد كذا نشيك هالكاونتر أصغر من أو يساوي العشرة طالما أن الكاونتر أصغر من العشرة نفذ العملية اللي نبغي نكررها العملية اللي نبغي نكررها هنا ما رح تكون قباعة ناجمة وإنما رح تكون العملية هي كالتالي رح نطبع أولا رح نطبع القوس الإسار وبعد كذا طبعا هو ممكن نكتبه character ممكن نستخدم character لكن أظن أنه لا يمكن أنك لا صحيح ممكن طيب إذن رح نطبع القوس الإسار بعد كذا رح نطبع counter وبعد كذا رح نطبع القوس اليمين مزيد إذن لاحظوا هنا أن نستغلين الكاونتر مضبوط ممكن يقول لواحد كيف نطبع الأعداد هذه الأعداد هذه هي counter الكاونتر الكاونتر أهميته الكبرى في اللوبز إنه يعد لنا لكن ممكن أنك تستخدم الكاونتر نفسه مثلا هنا نبغى نطبع الأدد من واحدة إلى عشرة فحنا أثناء نعد الكاونتر صار له فايدتين أول شيء إنه يعد لنا أعداد وبنفس الوقت طبعنا إذن ما في مانع أنك تستخدم الكاونتر وهنا الخطوة الثالثة هي زيادة الكاونتر خلنشوف هل حنا خلنشوف الأربع أشياء الرئيسية في اللوب أولا الشيء اللي راح يتكرر هو عملية اطباعه عندنا هذا الشيء اللي راح ينكرره والعملية اللي راح ينكررها أعطينا قيمة ابتدائية initial value للكاونتر بواحد زدنا الكاونتر في كل دورة طبعا أعطينا الانيشيال فاليو برى اللوب لاحظنا برى اللوب ما تتنفذ إلا مرة واحدة هذا شيء مهم جدا لأن هذه قيمة ابتدائية في كل دورة من دورات اللوب نقوم بعملية زيادة أو نقص الكاونتر طبعا هنا زدنا الكاونتر بواحد في كل دورة من الدورات نزيد الكاونتر بواحد وأخيرا وضعنا شرط مضمون أن يتحق أن ينتفي الشرط هذا حتى أنه يطلعنا برى اللوب زيادة فواضح جدا أو أتمنى أن يكون واضح جدا لك أن الشرط هذا بما أن الكاونتر بواحد وبما أن كل شوي راح نزيده بواحد إذن راح نوصل العشرة في وقت من الأوقات ثم نتعدها لل 11 ونطلع برى اللوب إذن الشرط مضمون أنه راح ينتفي في وقت من الأوقات زيادة خلوا نفذ البرنامج ونشوف كيف يعمل طبعا شبه جدا برنامج السابق طبعا الشخص اللي يسأل في عندنا two views في الإكليبس الjava view والdebugging view فهنا إذا بغيت تنفذ تحط نقطة هنا تضغط عشان يصير عندك الدائرة هذي يسمونه breakpoint زيادة الدائرة الزرقة بعد كده راح يوقف التنفيذ هنا ينتقلك إذا استخدمت الdebug بدلا من التنفيذ العادي زيادة خلوا نشوف كيف تنفذها الآن الكاونتر بواحد الآن نشيك على الشرط حق اللوب هل الكاونتر أصغر من أوساوي عشرة نعم الكاونتر أصغر من أوساوي عشرة هذا هو الجزء المهم اللي نبغى نكرره مزين طبعنا أو عفوا عشان كذا كنت أفضل أنها تكون string فراح نطبعها كstring لأنه أخذ كcharacter أخذها أخذ قيمتها يصعب شرح ما الذي حصل لكنه أعتقد أنه المستوى حاليا ما يسمحني أشرح ما الذي حصل لكن خلونا نرجع ننفذ مرة ثانية مزين ما له أي دخل في اللوب يعني اللي حصل شي ثاني طيب نبدأ ننفذ الآن في الكاونتر أصغر من عشرة الآن طبعنا left والواحد والright bracket ثم زدنا الكاونتر بواحد ثم بعد كذا هل الكاونتر أصغر من عشرة نعم الكاونتر الآن باثنين جلسين نعد نطبع مرة ثانية ثانين نزيد الكاونتر نطبع ثلاثة نزيد الكاونتر أربعة نزيد الكاونتر وهكذا حتى نصل إلى أن نطبع حتى نصل إلى رقم عشرة طبعنا عشرة الآن هذا الشيء الثالث الذي ذكرناه يجب أن الشرط حق اللوب يجب أن نضمن أن ينتفي في وقت من الأوقات بعد عدد محدد من عملية التكرار هل نبغى نكرر عشر لازم نضمن الشرط بعد ما نكرر اللوب عشر مرات الشرط حق اللوب ينتفي حتى أن نطلع برا اللوب نطلع من الدورة اللي جلسين ندورها هنا نشيك الآن على الشرط رح نقفز اللوب كامل ونطلع برا اللوب انتفى الشرط وخرجنا برا اللوب أرجو أن يكون المثال واضح إذا كنت ما تمكنت من حل البرنامج أرجو أنك الآن ما تروح فيديوهات القادمة تحاول تكتب البرنامج مرة ثانية على الرغم أنك شفت الحل كامل لكن حاول أنك تسكر الفيديو وتروح تكتب البرنامج من راسك حتى أن تتأكد أنك فهمت وفهم كامل كامل